يمكن يقول لنا فكرة الإصراف أو الناس اللي هي بتتعامل مع المية بشكل غير مخطط أو بشكل غير مدبر بنشوف الناس اللي هي بترش مية في الشارع غسيل السيارات الحنفيات أو غيره اللي بيكون مثلاً فيها مشكلة وبتتسبت نقط أو مفتوح حطولي بصلاً في المساجد والمصالح الحكومية كتير أصل حد يقول لك آه يعني أصلها مش بتاعتي يعني دي بتاعت الحكومة مش بتاعتي فأنا مش خسران بعض الناس بتفكر بهذا المبدأ صحيح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا في الحقيقة هذا شيء لابد أن يعيه الصغير والكبير ونربي النشء الصغير ده على الحفاظ على قطرة الماء لأن قطرة الماء دي بها حياة قطرة دي بها حياة بتسوي حياة والإصراف والتبذير هي بفي عقوبة من الله عز وجل ويتأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد والكفر هنا كفر الجحود بالنعمة يعني عدم استخدام النعمة فيما جاءت من أجله يعني أنا لما لوست النعمة ده جحود بالنعمة لما أسرفت فيها ده جحود بها كذلك فلما نأتي مثلاً مصالح حكومية ودورات المياه والحنفيات اللي فيها المفتوحة 24 ساعة صحيح عشان واحد هيجي صنايعي لو واحد في البيت مش هيتحملها لما نشوف صنايعي حتى لو جبته على حسابك كمدير وكمسؤول عن هذه المؤسسة وعن هذا القطاع وعن هذا المبنى ونحافظ على قطرة هذا الماء ثانياً المدن تجد حضرتك الخرطوم اللي بيسق مش عارف إيه مفتوح 24 ساعة صحيح فين العامل اللي بيمر هنا ده فين العامل اللي بيحافظ حتى ولو إنها ماء زراعة مش ماء للشرب ما هو برضو ماء ما هو ماء برضو وماء متكلف وماء فيه إسراف وفيه تبزير ده الرئي الحديث دلوقتي بيعتمد على التمقيت مش الغمر زي زمان نسأل العالم كله بيحافظ أنا مش حافظ لازم نحافظ ده خرطوم كده محروض في حنفية بنساب ليل ونهار بيغرق بقى النجيل هيغرق اللي جنبها ينزل على الشر الرصيف يغرق الرصيف ويشيل الرصيف ويعمل يعني مفاسد مفاسد متعددة وواحد ازدحلق وواحد اتكسر وواحد مش عارف إيه وواحد سيابه عمل إيه ده بليه ده كله فين العامل المسؤول هنا ما يفتح من ساعة كذا لساعة كذا خلاص خلاص أغلق هذا لكن أسيب الخرطوم ليل ونهار بقى وشين ساعة يعني أنا مثلا فيه فيه خرطوم وللأسف إن الحنفية الحنفية نفسها لا هو بينزع منها الحاجة اللي بنسد بيها دي بيسيبها ما فيش حد يعرف يسدها فالناس يعملوا ايه يتنوا الخرطوم يتنوا الخرطوم عشان سيادة العامل ما بيمرش ما بيجيش فتحها وسبها وخد اليد بتاعتها خد اليد بتاعت الحنفية تبليه نقع فيه وقل عمله فسير الله عملكم ورسوله هو المؤمنون فين فين بقى مراقبة رب هنا فين فين الحفاظ على دولتك أن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملك أن يتقنها أن يتقنها وبعين الإحسان فين الإحسان فين الإحسان إن ربنا يطلع عليك ربنا يسمع كلامك ويرى مكانك فأدي عملك ده ومش أي وأنت ما بتعملش عمل يعني مرهق أنت بتمر على العنفية بتسديها فقط لغير بتسديها فقط لغير واليدي معاك أنت وهكذا وييجي بقى مثلا حضرك عشرة غسيل السيارات غسيل مش عارف إيه ويارد بنغسل بمقدار ده بإسراف بإسراف والمثل اللي عملت رشه مياه الفاضي والمليان والطرقات عشان يقول لك الطريق طرابي بأن يعمل مش عارف ولو مش الطريق طرابي برضو بنرش عشان مش عارف كان ويارد برضو يكون بمقدار ده ماسك عمال وعمال يتكلم وخلاص ليه ليه ده احنا كله في الإسراف ده ده كله لو كل واحد يعي أنه أسراف في هذا وأنه ربنا بيبغضوا من أجل هذا هينتهي جاي الناس دي كلها هتسأل هتسأل ده سؤال سؤال ده ربنا سبحانه وتعالى وقفوهم قال أنه وقفوهم أنهم مسؤولون ده احنا هنسأل عن النقير والقطمير فبنى بالإسراف يالي يا مولانا مالش نفهم الناس دي يعني النقير والقطمير النقير والقطمير يعني أقل حاجة شاب حضرك النواية اللي بتاعت البلحة دي فيها حاجة في الوسط كده زي غلف شفاف كده وفيها حاجة بين النواية برضو كده زي حاجة فتلة رفيعة كده خالص هدي كل واحدة هيسأل هيسأل في أدق في أدق الدقيل آه زر